أهلا بحضراتكم حلقة النهاردة واحدة من أهم حلقات قوة مصر لأنها حتتكلم عن أهم حدث جيوسياسي مصري من بداية 2022 سميه زلزال استراتيجي في المنطقة الحدث ده تمثل في الإعلان عن إنشاء أول منطقة لوجستية مصرية خارجية في دولة جيبوتي وذلك أثناء زيارة رئيس جيبوتي إسماعيل عمر للقاهرة ولقاءه الرئيس السيسي الإعلان عن إنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي كان بمثابة زلزال جيوسياسي لكل من تركيا وإيران وإسرائيل وقوة إقليمية أخرى توهمت إن منطقة القرن الإفريقي وبحر العرب ومنطقة باب المندب وجنوب البحر الأحمر منطقة نفوذ حصرية لها لحد ما جات مصر ألبت الطاولة في وجه الجميع يطرى ليه مصر اختارت جيبوتي تحديدا لبناء منطقة لوجستية فيها وهل في علاقة بين القواعد العسكرية الكبرى اللي كانت مصر بتبنيها في هدوء وإصرار بالتوجه المصري نحو جيبوتي طيب ليه أي حركة مصرية عسكرية أو اقتصادية باتجاه الجنوب ومضيق باب المندب بيعتبر زلزال جيوسياسي في المنطقة كل ده هو أكتر هنعرفه في حلقة النهاردة في 7 فبراير استقبل الرئيس السيسي نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر وعقد الرئيسان جولة مباحثات عن قضايا أمن القرن الإفريقي والبحر الأحمر وقضية السد الإثيوبي وحط 100 خط تحت القضايا دي لأننا هنرجع لها بالتفصيل وفي النهاية المباحثات تم التوقيع على اتفاقيات في مجالات التشور السياسي والطاقة والموارد المتجددة والأهم تم الإعلان عن إنشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي وده معناه ببساطة أول حضور اقتصادي وعسكري واستخباراتي مصري دائم في جيبوتي طيب قبل ما نوضح تفاصيل المنطقة اللوجستية المصرية دي خلينا بس نسأل كم سؤال إيه أكتر دولة مستقرة في منطقة القرن الإفريقي وبتشرف على مدخل مضيق باب المندب وإيه الدولة اللي بتعتبر شريان حياة بالنسبة لإثيوبيا وإيه أكتر دولة عندها استقرار أمني كبير الإجابة المشتركة على كل الأسئلة دي هي جيبوتي أيوة جيبوتي طيب هل علشان كده بس مصر اختارت جيبوتي علشان تتمركز فيها؟ لا طبعا فرغم صغر مساحة جيبوتي وتوضع إمكانياتها ومواردها إلا أن موقعها الاستراتيجي بيجعلها بالنسبة للقوى الإقليمية والدولية بمثابة نقطة ارتكاز عسكرية مثالية للأساطيل ووحدات القوات الخاصة ومحطات الاستخبارات والمراقبة والإنذار المبكر لأنها بتشرف على مضيق باب المندب وبتعتبر البوابة الجنوبية للبحر الأحمر يعني اللي بيتمركز عند جيبوتي هيكون كاشف المنطقة من بحر العرب وخليج عدن لحد كامل البحر الأحمر ويكفي فقط أننا نعرف أن حجم التجارة اللي بتمر من خلال البحر الأحمر حوالي 25% من حجم التجارة العالمية بإجمالي 2.5 تريليون دولار سنويا وده في الوقت اللي بتزداد فيه حدة الصراعات والتنافس بين تركيا وإيران وإسرائيل وقوة إقليمية أخرى في البحر الأحمر وعشان كده الإعلان المصري عن بناء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي أمر يفوق أبعاده الاقتصادية بكتير ليه؟ وركز أوي في اللي جاي لأن الإعلان المصري عن بناء منطقة لوجستية في جيبوتي يعني الآتي أولا تأمين المدى العملياتي للأسطول الجنوبي المصري والمجموعة القتالية للمسترال جمال عبد الناصر من نقطة تبدأ بميناء برصعيد شمالا إلى خليج عدن جنوب وصل النقطة واحد بالنقطة تنين حسب ما هو موضح بالخريطة النقطة واحد هي قاعدة برنيس الجوية البحرية وهي أكبر قاعدة عسكرية مطلة على البحر الأحمر والقاعدة دي هي نقطة انطلاق الجيوش المصرية وتشكلتها التعبوية نحو جنوب البلاد برا وبحرا وجوة بمعنى أدق إن أي خطوة نحية تعزيز التواجد الاقتصادي والعسكري والسياسي المصري في منطقة القرن الإفريقي هتكون ناصة كتير لو لم توجد قاعدة كبرى كقاعدة برنيس اللي بتتموضع على أقصى أطراف الجغرافية المصرية جنوبا عشان كده شايفين حرص القيادة المصرية على بناء قدرات التحرك قبل التحرك نفسه خطوة واحدة تجاه الجنوب ثانيا المنطقة اللوجستية المصرية في جوبوتي هتمنح الأساطيل المصرية القدرة على حماية الأصول المصرية خارج الحدود الوطنية بمعنى أدق مصر لا تتحرك خطوة خارج حدودها إلا وقد حازت على قدرة حماية أصولها الاقتصادية وثروتها بمعنى تاني المنطقة اللوجستية المصرية دي ستقع ضمنيا تحت حماية الأسطول الجنوبي المصري وتشكلاته التعبوية ومجموعاته القتالية للمسترال جمال عبد الناصر وهي مجموعة قتالية مرعبة قطيع من الذئاب والأسود على هيئة فرقاطات وغواصات ولنشات ثواريخ والدفاع جوي متحرك ثالثا جيبوتي هي الشريان الوحيد اللي بيربط إثيوبيا بالعالم الخارجي والتواجد المصري فيها يعني امتلاك أدوات أكبر للضغط ليس على نظام أبي أحمد فحسب بل وعلى الشبكة الإقليمية والدولية الرعية له ولمخطط الضغط على مصر بنفس نمط وإطار معاهدة لندن عام 1840 وعشان كده نقدر نفهم الاهتمام المصري بجيبوتي منذ 2019 تحديدا رابعا جيبوتي مركز جذب للقواعد العسكرية الأجنبية على أراضيها تسع قواعد أجنبية من الولايات المتحدة لفرنسا لألمانيا لليابان لإيطاليا أما الصومال وإريتريا بيضمان قواعد تركية وإيران وإسرائيل والإمارات إحنا بنتكلم عن غابة من القواعد العسكرية الكل موجود واستنتشار كثيف للجامعات المسلحة الإرهابية على ضفتي البحر الأحمر في اليمن والقرن الإفريقي والاختيار المصري لجيبوتي ممتاز بالنظر لقربها من مضيق باب المندب مش زي تركيا اللي اخترت الصومال عشان تتمركز فيها ولاحقا تم طرد وجودها من السودان وأصبحت الريادة المصرية في البحر الأحمر بتتحقق من أقرب نقطة زي الجيبوتي كده عشان كده التواجد المصري في هذه المنطقة بيضمن أمن قناة السويس بالمقام الأول وعشان كده نقدر نفهم سر وجود لوح التعويم السفينة إيفارجيفن في قاعة المؤتمر الصحفي مع رئيس جيبوتي في القاهرة وعلى الرغم من عدم تجرق إيران وكلأها على المساس بأمن قوافل التجارة المتجهة من وإلى قناة السويس إلا أن الحضور المصري في جيبوتي يؤشر لمزولة مصر لأدوات رئيسية في الفترة المقبلة في البحر الأحمر أدوار حتكون بالأساس تعبير عن اتساع نفوذ القاهرة وللمفرقة منصغ هذه الأدوار هي دبلوماسية الرئاسة المصرية من بعد عقود من الجمود والانتفاء في النهاية معركة البناء في مصر أيمى على رؤية علمية مش مجرد تحركات عبثية لا كل خطوة مدروسة كويس علشان كده بنشوف في مصر عملية بناء والدفاع وهجوم في منتهى النظامية في نفس الوقت يعني تأمل الترتيب ده كويس مصر بتجيب حاملة مروحيات قادرة على نقل تشكيلات قتالية ومدرعة لخارج الحدود في 2016 وفي يناير 17 مصر بتفتتح مقر قيادة الأسطول الجنوبي وفي 2020 مصر بتفتتح قاعدة برنيس البحرية الجوية وفي فبراير 22 مصر بتعلن عن بناء منطقة لوجستية خاصة بيها في جيبوتي يعني حضور مصري اقتصادي واستخباراتي وعسكري خارج الحدود وفي منطقة من أهم مناطق الاختناقات المرورية في العالم شايف الترتيب ماشي ازاي؟ هي دي مصر في كل قضية بتنخرط فيها عشان كده مسئوليتك كمواطن انك ما تنسقش ابدا امام الحملات الاعلامية المغرضة اللي بنتعرض لها وانك تتأمل الصورة الحقيقية ومش هتاخد منك دقايق للوصول للحقيقة حقيقة ان مصر بتصنع التاريخ من جديه حافظ الله مصر وجعلها كما تستحق أم عظمة بين الأمم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر